الامتانيات العلاجية خلال الثورة الجزائرية في الولاية الرابعة التاريخية 1954-1962 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات رابعا الامتانيات العلاجية لم ترتصر جهود الولاية الرابعة في سد النورس الذي كانت تعاني منه في مجال التعطير ونورس المراتز الصحية وعدم قدراتها على تلبية احتياجات المرضى والجرحة فحاس وإنما تعدت مجهوداتها أيضا إلى توفير الوسائل الطبية العلاجية من معدات وأدوات طبية على الرغم من العرقيل التي كانت تضعها السلطات الفرنسية لحرمان جيش التحرير من التزود بهذه الوسائل بتكثيف إجراءات المصادرة والمنع لبعض المواد الكيميائية المستعملة في صناعة الأدوية ما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها الولاية الرابعة في هذا المجال وإلى أي مدى استطاعت التغلب على هذه العرقيل كانت الأدوية الطبية والأدوية قليلة إذ معطورنت بخطورة الإصابات التي كان يتعرض لها جنود جيش التحرير الوطني تنوعت مصادر الإمداد بالأدوية في المرحلة الأولى من الثورة ويمكن إجمالها فيما يلي الأطباء والعاملين في المستشفيات الفرنسية الذين ساهموا في عملية تزويد المراتز الصحية بمختلف الأدوية ومنهم نتطر نورف وضي الخابير جهاز راديو لاسلتي بالمستشفى العستري بالمدية وزوجته وابنته وتذلك محرر محمد عام العام في مخيم السنوبر ومخبر القطاع الثاني الممرضين والممرضات الذين يقومون بتهريب الأدوية وإعطائها للمسبلين وهم بدورهم يقومون بإيصالها إلى مراتز جيش التحرير التي تشرف بدورها على توزيعها على المصالح الصحية في كل أنحاء الولاية بعض الأطباء والممرضات والممرضين الأوروبيين المتعاطفين مع الثورة وهنا تنماذج من هؤلاء دفعتهم روح الإنسانية وإيمانهم بعدالة القضية الجزائرية في المساهمة في تقديم المساعدة وإمداد الثورة بطل ما تحتاجه من إمتانيات صحية منهم تمضت أن سابقاً الطبيب شولي وساطوبا والممرضة الأوروبية الشيوعية العاملة بمستشفى البوليدا حيث يعود لهم الفضل في إمداد الثورة بما تحتاجه من معدات وأدوية وهذا تعبيراً عن مساندتهم للثورة المسلحة المواطنين البسطة الذين يساهمون أيضاً رغم قلة إمتانياتهم بتوفير ولوجز قليل من الأدوية عن طرير تقديم بعض الوصفات الوهمية الموقعة من قبل أطباء للصيادلة ألف القوانين الفرنسية المضادة ساعة الإدارة الفرنسية إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات للحد من عملية تسريب الأدوية للمجاهدين وتقنين عملية استيرادها وبيعها وشرائها عن طريق بعض المراصم والقوانين والقرارات نذكر منها على سبيل المثال للحصر مرصوم الثاني والعشرون ديسمبر 1956 ميلادي نص هذا القانون على تنظيم ومراقبة استيراد وملكية وبايع المواد الصيدلانية أي الأدوية والمواد التي تصنع منها العققير ومستلزمات الضمدات ونصة المادة الثانية من هذا المرصوم يتحصل المستفيد من الدواء على وسط طلب مدوى فيه تاريخ الطلب والكمية المطلوبة ونوع الدواء المطلوب واسم عنوان الطالب واسم الطبيب بينما ألزمت المادة الخامسة منه الصيادلة التزيئة وباعة الجملة المودعين وللمخازن العمومية على جهد مبيعاتهم وتقديم تقرير شهر لكل نوع من الأدوية التالية مضادات العفونة أدرياني للحرم المضادات الحيوية السلفاميد التخذير العام والمحلي الكافين الكافور الطابل للذوبان زيت الكافور الطابل للحرم المصل المضاد للتزاز والتعفون وقد كان الهدف من هذا القانون تكثيف إجراءات المنع والمصادرة للمواد الصيدلانية بإخضائها لعملية جرد وتنظيم محتم لضبط استعمالها وإحصان نفقاتها وقد تزامن صدور هذا القانون الجاه الذي يحرم الجزاريين حتى من أبسط حطوطهم في التداوي وططعت المصادر إمداد المجاهدين بالأدوية شأنه في ذا لتشأن الغذاء والسلاح تزامنا مع العمليات العسترية التي كانت تشنها وحدات العدو في الجبل والمدن مرسوم الثالث والعشرون نوفمبر 1959 ميلادي وقد نص هذا المرسوم على فرض رقابة إدارية بالنسبة لاستيراد بعض الأدوية الطبية وحدزها حيث يتوجه التجار المعنيون باستيراد هذه الأدوات بطلب إلى مديرية التجارة الداخلية والخارجية ويكون الطلب مرفوطا باستمارة بيانات عن نوع المادة المستوردة الاسم ولقب المستورد عنوانه بالإضافة إلى رقم وتاريخ رخصة الاستيراد قد حاولت السلطات الفرنسية فرض رقابة إدارية بالنسبة لاستيراد بعض هذه الأدوات وحدز بعضها وعلى التجار المعنيين باستيراد هذه الوسالة يتوجه بطلب رفع الحدز إلى مديرية التجارة الداخلية والخارجية وأن يكون الطلب مرفوطا ببيانات حول نوع المادة الاسم واللقب تاريخ الازدياد العنوان إضافة إلى رقم وتاريخ الرخصة مرسوم الثاني مايه 1960 ميلادي وهو عبارة عن حزمة من القرارات تشدد الرقابة في مجال الاستيراد وتداول بعض المنتجات الصيدلانية في الجزائر من أهمها نذكر المادة الثانية تحصر صلاحيات استيراد المضادات الحيوية بجميع أنوايا في المؤسسات الصيدلانية المعتمدة من لدن هيئة الصحة العامة والمخازن العمومية المدنية في الجزائر المادة الخامسة تنظم عملية بيع وشيراء الأدوية وتخضعها للرقابة الصارمة للحد من تسربها لجيش التحرير فهي تشدد على أن تتم عن طرير صيدل معتمد أو صيادل معروفين تشجيل تاريخ دخول الأدوية تنمية المبيعات التنمية الواردة اسم وعنوان الممون والباع والسلع المهملة والناقسة والفاسدة أن تكون الوصفة موطعة من طبيب وعنوانه مع ذلك اسم وعنوان المريض المستفيد والتمية المسجلة وكل وصفة لا تلتزم بهذه المواصفات لا يمكن صرفها إلزام الأطباء والصيادل بجد وفتورة الأدوية ووسائل العلاج في حال الاستعمال الفردي وإلا تتم متابعتهم طضائيا ومعرض للسجن تم أوقف الكثير من الأطباء الجزائريين المشروط بانتمائهم للثورة ومن هنا يمكن القول أن التزود بالأدوية من بين المشاكل التي كانت تعاني منها المراتز الصحية في الولايه الرابعة خاصة وأن احتياجاتها للأدوية كانت تزداد يوما بعد يوم مع التطورات التي كانت تعرفها الثورة ومحاولة الإدارة الفرنسية القضاء عليها بمختلف الأساليب الجهنمية بداية من القمع والإضطهاد الذي كان يسلط على غالبية الجزائريين عن طريق إيطامة المحتشدات والمناطق المحرمة وهذا من أجل عزلهم عن الثورة وقطعة المصادر الإمداد والتموين الداخلي سواء كان غذاء أو دواء ومما زاد الأمسوان ترثيف العمليات العسكرية الكبرى على مراقل جيش التحرير في الجبال ابتداء من سنة 1957 ميلادي ومنعت المدد خارجي بإقامتها لخطاء موريس وشالة للحدود الشرقية والغربية وقد زاد الأمسوان خاصة بعد ترثيف العمليات العسكرية الكبرى في الجبال في إطار ما يسمى بمخطط شال وكل ذلك تليش المصالح الصحة في الولاية الرابعة وحرمانها من وسائل العمل ضمن سياسة محاولة القضاء للثورة سياسيا وعسكريا ومحاصرتها ارتصاديا فلم تجد الثورة أمامها سوى الاعتماد على نفسها في الحصول على الأدوية التدابير التي اتخذتها الولاية الرابعة في مواجهة عملية تقنين تداول الأدوية لم تبقى الولاية الرابعة مرتوفة الأياد أمام الوضع المزرر الذي كانت تعاني منه مصالح الصحة لا سيما في فترة 1959-1960 ميلادي والتي يمكن اعتبارها من أصعب الفترات التي مرت بها الثورة في جميع جوانبها خاصة العسكرية منها والعزلة التي فرضت على هذا القطاع وإصابة معظم هياتي لها القاعدية وتذى البشرية من أطباء وممرضين استشهد إثر العمليات العسكرية الكبرى التي شنتها فرنسا فيما يعرف بعملية كورو في الولاية الرابعة التي استولى خلالها الجيش الفرنسي على خمسة مخازن للأدوية بالإضافة إلى سلسلة من العمليات الأخرى خاصة بها كل منطقة من مناطق الولاية الأمر الذي استدعى إلى تغيير استراتيجية وإعادة تنظيم هذا القطاع انطلاقا من المدن بما فيها العاصمة ابتداء من سنة 1960 ميلادي ومن أهم ما بذلته الولاية الرابعة من جهود للتغلب على مشت النرس الأدوية والمعدات الطبية في ظل الحصار والرقابة المفروضين على الأطباء والصياد لا نذكر ما يلي ابتداء من سنة 1960 ميلادي تشكلت في المنطقة السادسة من الولاية الرابعة شبكة تهريب الأدوية متونة من مجموعة من الممرضين والممرضات بالإضافة إلى الأطباء والعاملين في المستشفيات وحتى الصيادلة مهمتها تهريب الأدوية بطريقة لا تثير الشك ولا الريبة وكان للعاملين في مستشفى مصطفى باشا الجامعي دورا لا يستهان به في هذا المجال وقد كانت الأدوية التي تهرب وتجمع في شارع ماراندو ومنه توزع على الولاية الثالثة والرابعة وفي غالب الأحيان تثيرا ما كانت الأدوية تجمع في المسجد الكبير بالعاصمة وتسلم للمناظر الأذوي بأحمد يقدمها إلى المراتز الصحية بمزرعة بلمرابة قرب برج التيفان ومزرعة بن ونيش وقد كانت سيلال الخضر والفواتي وأطفاص الدجاج من أرثر الوسائل التي تحبه فيها الأدوية أثناء عملية التهريب وهذا للتمويه وعدم إثارة انتباع ناصر نقاط المراقبة أنيطت هذه المهمة بالنساء وهن مرتدين الحائد المواطنون القادرون على شراء الأدوية بوصفات وهمية يصفها لهم طباء جزاريون وفي تاثي من الأحيان تانى المحافظة السياسي في الولاية هو الذي يتولى مهمة شراها بواسطة هؤلاء المواطنين الاستعانة بوصفات شعبية زيت الزيتون والعسل لعلاج التاثي من الأمراض المختلفة المنتشرة أنذات تالروماتيزم ومرض العيون التاراتوم والتيفؤيد والتهاب القصب الهوائي والبواسر ومرض السل ومرض السعال والإرهاق الشديد والغولون والمعدة فعلى سبيل المثال كان يستعمل البن لإيطاف النازيف ومداوات الجروح كما كان يستخدم زيت الزيتون لاستخراج شضايا القنابل من الجس وأيضا كانت الجروح تعالج بطليها بالزبدة والطين وفي غياب التخذير والمضادات الحيوية كانت ترتع بعض الأعضاء من الجرحة بالمناشية الحديدية واستعمال الثوم المقلي والمشوي مع العسل والحلبة في علاج أمراض الصد توزيع نشريات خاصة تتضمن تعليمات تخص النظافة والوقاية تحلق الذقن والشعر وقص العظاف ونظافة اللباس وإزالة القمل استعمال معجون الأسنان وغسل اليدين والصهر على الطهي الجيد للطعام تأمى كل فطاقم التمريض بتوعية الجنود بهذه الأمور الاستعانة ببعض الشخصيات الدينية المسيحية بغرض فضح الممارسات اللا إنسانية المنافية لمبادئ حطوط الإنسان وفي هذا الإطار نشير إلى المحاولة التي طام بها عمر أو صديق مسؤول الإعلام والدعاية بالولاية الرابعة الذي طام بالاتصال بالأباء البيض الفرنسيين المطعمين باللودي ذراع سمار حاليا غرب مدينة المدية لإطلاعهم على عدالة القاضية التي من أجلها يقاتل الجزاريون وليقناعهم بضرورة تقديم يد المساعدة للممرضين والأطباء بتزويدهم بالأدوية وقد استلزم ذلك تتليف فوج من المجاهدين بخطف اثنين منهم وبعد عملية الخطف التقى به مع عمر أو صديق وشرح لهم خطورة استعمال سلاح النبارم وسليب التعذيب وهذا ما يتنافى وحطوط الإنسان وطوانين الحرب وطلب منهم التحرك لأن السكوت عنها يتنافى ورسالتهم النبيلة وقد كان طبيب الولاية يحيى فارس رفقة أو صديق ورجلين من الآباء البيض المخطوفين وبعد سبعة أيام وطلب صراحهما ونضع للمعاملة التي حظي بها من قبل أو صديق ويحيى فارس والحجاج التي قدمت لهما ارتنع بمبدأ التعاون مع قيادة الولاية الرابعة في تزويد المصالح بالأدوية وخلاصة القول إن الثورة التحريرية أولى الجانب الصحة اهتماما بالغا لما له من تاثير على نجاحها ولأن كان قطاع الصحة عند اندلاع الثورة كان ضعيفا إذ اعتمد على سليب بسيطة وبداية فقط صار بعد سنوات قليلة من عمر التفاح المسلح من أهم التنظيمات والهيات للمحتمة التسير والمنتشرة في معظم أرجاء ليس فقط في الولاية الرابعة وإنما في جميع الولايات حتى غطى هذا القطاع القرى والمداشر وصار لا يرتفي بخدمة جيش التحرير الوطني بل أيضا شملت مهمته وأفراد هذا الشعب لتحسيسه بانتمائه لهذه الثورة وقدرته على حمايته وحفظ صحته وساهم هذا في ازدياد عدد المنظمين لصفوف الثورة التحريرية وقد أدى تنظيم المحتم لشبكة النظام الصحي بالولاية الرابعة إلى تخطي العديد من العقابات خاصة فيما يخص توفيع الأدوية والمعونة للمرضى والجرحة في المراتز الصحية واستطاع طباء الولاي أن يعالج حالات عديدة وإن كانت بعض العمليات الجراحية يستحيل علاجها بالمراتز الصحية نظر لعدم توفير الوسائل والإمتانيات مثل العمليات الداخلية التي تحتاج إلى وسائل أرثر تطورا وإضطرت الثورة إلى إرسال عدد من أصحاب هذه الحالات إلى الخيج للعلاج ومن الدول التي استقبلت الجرحة والمجاهدين نذكر تونس والمغرب وألمانيا الشرطية ويوغسلافيا وتأثيرا متان المصاب يلفظ أنفاسا وأثناء نقله إلى الخيج بسبب المشطة أو لوطوع الدورية في تمين وهنا نذكر استشهاد 14 جريح من الولاية الرابعة من بينهم محمد لتحل وهو من المدية كانوا هؤلاء أثناء وطوعهم في التامين رفقة ثلاث ممرضات باغتهم العدو لم يرعي أدنى القوانين ولا الاتفاقيات في هذا الشأن فارتتب في حقهم جريم النطر ما زالت إحدى الممرضات المرافقة لهم المدعوة بايا التحلى تجهيش بالبتاوة تتقزز لتلك المشاهد المرعبة التي تم بها قتل هؤلاء الأسرة حيث تم بطحهم أرضا على ظهورهم الواحد بجانب الآخر ثم مرت عليهم دبابة ذات السلاسل الحديدية إنها أسليب جيش تخرج من مدائس عسكرية فرنسية يتغنى بمبادئ حقوق الإنسان ويرفع شعارات الثورة الفرنسية ملاحظات وعلى سبيل المثال ما حدث للمجاهد مسعود رشوت الذي يصيب بجروح خطيرة فإضطر للذهاب لألمانيا الشرطية للعلاج وعندما شفيا عاد لمواصل جهاده بالقاعدة الشرطية ومثل ما حدث للشاهد محمد فلاح الذي يصيب بجروح وهو يلافق الجرح إلى تونس فعولج بمستشفى بلين بألمانيا ولما شفيا عاد على أرض الوطن ليواصل جهاده وقد شارت في عدة عمليات إلى نستشهد بطبلات في أواخر سنة 1960 ميلادي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد